مرحبا بكم اليوم نعمل مع بعضنا بن دقلة محشية تونسية أصلية بالنكهة نحن نعملوه باللوس نعملو الحشو متاع الدقلة باللوس المرة هذي باش نعمل غشة صغيرة باش تجيب بنا كبيرة خليت 250 جرام لوز مرحي وبطول هنا باش نغشكم غشة أخرى باش نعملوه بالفصدق كيفاش نعملوه بالفصدق عندي فصدق مرحي انا الهنا وتنجموه بودر انا كنلقيت بودر انا حطيت حطيت مغرفتين للمرة مغرفة الاولى الساعة الفصدق مرحي اذا كان فصدق مرحي رحيته بالزيت معاني حتى في مغرفتين والثلاثة زيت باش وصل بالتكستورة ذيكا وتوسع بالك ترحيه في الرحاء متاع الفلفل لكحال ذيكا ولا رحال فيك يا حاسي للي عندك حتيش للي يوصل مزيد هكا ولي بات وبعد نحطوله الزيت بشوية بشوية حتيش للي ولي بالقوام هذي ومن الاحسن والمستحسن في العجينة هذيه نحطوه بودر ما نحطوه اش هكاكا انا الهني بديت ساعم بثبث فيه معا الوز باش مبعد كين حطلو المي ورد من قدش نعجن فيه برشة على خاطر باش يقرل الزيت متاعه اي نعم على خاطر فيه الزيت مخرج زيتو هو ديجا قارر زيتو ما هوش بودر دونك الهني الخدمة متاعه راهي سنسيب على الاخر تردو بالكوزة القبفلق حتيت الهني تقريب اربع مغارف كبار ما ورد وزيت تقريب مغارف تين اخرين المهم حتيش اللي يتلمل خليط متاعه ما يكون الشيح وما يكونش مبلول برشة وكيما تراو الحشو متاع الدقلة ما نحطوش فيه السكر على خاطر الدقلة حلوة ما تستحقش سكر اللي يحب يحط ذاكا حاجة اخرى والجميع اللي يحطوا الغلوكوز وكل الشحور سبيسيال هذيكا باش يصبروا به باش ما يفسدش الحشو اذا تحبوها كيكا تصبروها اعملوا له شحور سبيسيال وإلا شحور في الدار عادي سكر وماء وطرف قارس وتخليواه يغلي وما بعد تصبروا الماء ورد في الاخر وما بعد تصبروا الماء ورد معناها تخلطوا الخليطة تصبروا الشحور المنكه بالماء ورد هذيكا باش يصبر معاكم انا ما نحبش فيها السكر الدقلة ما شاء الله حلوة وحدها تكفي الهنية لميتهم لمين شوفتوا لونه كيفاش بدا يتبدل اما نردوا بالنا راني خدموها خدمة صغيرة هكا راهو يترشق معانا ويقر زيتو ويولي شايح وما عادش يتلم ويولي ارتب جملة طوا باش نقصهم انا داجا خصلت الدقلة وقصتها تقريب عندي خمسين كعبة دقلة كمية هرية باش تجيبلي ايا خمسين ايا سبعة وربعين كعبة دقلة اخصلتهم وحسبتهم حذرتهم وقصيت على كبرهم هما حسبت تقريب خمسين ايا سبعة وربعين كعبة باش نقل لكم هكا على خطرنا في بيلي حاسبة وفضلوا لي منهم ثلاثة كعبات دونك مليش عارفة حتيت اكثر من خمسين بشوية ولا حتيت خمسين قد قد وفضلوا منه طوا نيخف حسب تقريب في حجم كعبة الدقلة ونشكلهم بالشكل هذية كي نخدموهم نحطوهم في حاجة في شقيلة هكا ومغطية تبدأ بمنديلة وإلا ساشي باش ماشيحوش ويترشقوا معانا وخاطر من بعد كي نحطوهم في الدقلة باش نعاودو انشكلوهم وكي نعاودو انشكلوهم ملقوهم الشيحي معناها منظرهم يفسد من بعد حبوهم يقعدو رطبة كيكا او كنحاول اني نعمل ضربة صغيرة هكا بيديا بيديا ومن بعد نذبب من قولو نحنا يعد الفوك واللوطة الشيرة الفوكانية واللوطانية كي كعبت البلوط نسكن عليهم او غطي عليهم من الم Hetman وخسلتها للحقيقة ما نحبش نمسحها حتى الدجلة جدتها بائش غبرة طوالة جدتها بأو بأو شغلتها تضيف ملح ملحة في الماء و تعلقها و نتمسح ملحة ملحة و تجعلها نحن نتقاط بمرحة ملحة و لن نتعلم التقاط في ملحة ملحة و اتجعلها ملحة في منزل المنديلة اخذت كعبة الدقلا بعد ان نحلهم في الوسط و نحلهم و نقصوا هاش و نكسروا كعبة الدقلا و نكسروا كعبة الدقلا و نحلوا شق بركة بش نحيو منه النوات متاعو النوات هذي كتنجوم تلاوحو هاش و تعملوها قهوة اذا تحبو فمشكون حتى ليعملها كحل كحلوا بها العيني و الهني سيكملت قصيتهم و حذرتهم طوانش بدك الحشو شوفو ش نعمل ريت كعبة الدقلا تحلها و تدخلها سوابعك و تشبدلها لاطراف متاح خطر السكينة تدخلها اطرافها لداخل مش نخرجوا لبرك الاطراف متاح هذوكم و نحطوا الحشو و ندبتيوها معاها بيدينا نبدي و نستويو فيها عالي مين و عالي صار من فوق و من لوطة حتياش للي تولي تابعتها لسقا فيها و هذي هي كعبة الدقلا حلوية راقية و بنينة و في نفس الوقت سهلة على اللخة و الحشو طعمه اللي تحبه ان شاء الله حتى كوي و نكملهم الكل بنفس الطريقة و نكملتهم ان شاء الله الكل مع بعضهم باش نزينهم حضرت لهم شوية بندق و شوية فصدق و شوية ريب الكلوكوز لنصق كل 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 اضع الجلوكوز لنصق به الفاكية هذه هي البندق من تونس جبت معايا من تونس و الفصدق البلدي كيف جبت معايا من تونس و الزووزة نغطس الزوزة الكبيرة في جلوكوز وبعد ذلك المال ندهن بها الفقاني سنضغط الفقاني نقوم بتشغيل بندق نغطس الكعبة الدجلة في وسط صحفة البندق تولوس شرائح نغطس الكعبة نغطس الكعبة نغطس الكعبة وكملت الكعبة والزوزة والمندق والشراعح والبوفريوة وعندك الأوراق الماكلة نغطس الكعبة وعندك الغابة نغطس الكعبة نغطس الكعبة كبير نغطس الكعبة وكملنا حطيناهم في الفرشكات متاحهم وحاضروا الدجلة متاعنا راهم جايوا بنا ما نحكي لكمش انا عملتهم قبل باللوز واللي فيهم نكهة الفصدق بالرغم اني ما نحبش الفصدق اما اعطاها نكهة سبيسيال وما هيش قوية اذاك عليش حطينا نسميه كمية صغيرة برابور الكمية اللي عملناها ما هيش قوية وفي نفس الوقت مضخمة وبنينا وطرية وهذه كطرية من داخل ننصحكم بالحق تعملوها واش نعطيكم طريقة مثلا كي نهات العيد معروفين كلي مشيوني تزاور ونهات العيد نهزوا ما معانا شوية حلوية تعملنهم للدار اللي مش مشيوها الدار الكبيرة دار المام دار العزيز الخالات ويمشي تلمو اصحنا جتابل كي ما تراو هكيا ونحط عليهم عندي كدونتيل حطيط عليهم ونغطيهم بالبابير سولوفان وإلا تشري بابير سبيسيال اللي يبدأ ترنسباران ويبدأ من تحت السحن ومن فوق تتقابلوا من فوق إنا نهرتها ما عنديش إنا وملا ملقت لنحطوا بابير سولوفان أي حطينا البابير سولوفان هذه اللفيني لما حال طير المنظر المزين بتاع الحلوة متاعنا ولفينيه بشوية كل خيطة ذيك الدوري وتهزوا بالطريقة هذيك أكها وهذه وصفتنا كانت لليوم إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله ومسلمة